مرحبا طلاب نكمل الفصل الثاني من مادة القواعد وهذه ستكون المحاضرة الرابعة واللي هي الأخيرة بالنسبة للفصل الثاني يعني اليوم نختم الفصل الثاني إن شاء الله بموضوع Pro Forms اللي هو صفحة 22 بالكتاب هذا الPro Forms معناها أشكال ثانوية يعني شنو أشكال ثانوية مقدما لما تريد تحكي عن موضوع معين أو عن شيء معين وإذا أكو فد اسم تريد الذكرى أنت ماذا ذكرى مرتين نفس الاسم راح الذكرى مرة وبقية الحديث راح تطلق له من خلال إشارات يعني شلون يعني أنا على سبيل المثال أقول أنا اشتريت لابتوب تمام وشيقول صديقي اشترى مثل اللابتوب مالتي بس أنا ما راح أذكر اسم اللابتوب مرتين يعني راح أعطي مثال هسه وإن شاء الله توصل للفكرة أقول أنا اشتريت لابتوب وصديقي اشترى مثله اشترى مثله ما قلت اشترى لابتوب لأن الاسم هنا ما كده عاية ذكرى مرتين أنا عرفت انه هذا اللابتوب فالدور يشيوله بإشارات فهي الأشكال الثانوية وهذه موجودة بالنسبة للأسماء للظروف للصفات حتى البردكشن اللي راح ناخده بعدين آخر شي فهذه فتفكرة مقدمة عن البرفورنس أوكي أوكي means we know what this item refers to so I need not state it in full فأني أعرف شنو هذي يشير له الأنصر أعرف أين من يشير فما كدعي أني أقدمه مرة ثانية وأكرره أوكي أوكي هذا الحد شيء اللي موجودة هنا the names of parts of speech are traditional and neither in themselves nor in relation to each other يقول هذه أسماء أجزاء الكلام هي تقليدية هي لا تقليدية بس مو منفسها ولا بعلاقتها مع بعض يعني شلون do these names give give a safe guide to their meaning لأنه هذه العناصر أو هذه الأسماء تطفد دليل واضح للمعنى تمام هي مختلفة بس تطفد دليل واضح للمعنى أوكي وأدنا طبعا هنا مثل ما يشوفون الـ adverb أدنا إلى preform pronoun وأدنا الـ noun إلى preform أوكي لسا خلينا ندخل بالجمل خلينا ندخل بالجمل حتى الموضوع يكون عندنا واضح أول مثال أدنا John searched the room and the small one يقول John بحث بالغرفة وبالأخرى الصغيرة يعني الغرفة الأخرى الصغيرة ليش ما قال and the small room لأنه ذكا وكلمة room ما كنت عاي يكررها فأوضها بمكان one تمام فهذا بالنسبة للناون بالنسبة للناون فهي شي يجي المثال John searched the room and the small one John بحث بالغرفة وبحث بالأخرى الصغيرة أو الغرفة يعني ما يذكر كلمة غرفة مرتين هي هذا المقصد هنا أنه أنا الغرفة ما أدذكرها مرتين أنا عرفت أنه أنت عليها من تتحتي أوكي فهذا الـ preforms بالنسبة للروم فقال لي one يعني شين هو غرفة أخرى خلينا نأخذ مثال آخر حتى تكون more clear a pronouns replace noun or phrases rather than nouns هذا المثال the man invited the little Swedish girl because he liked her يقول أنه الرجل دعا الفتاة السويدية الصغيرة لأنه لأنه حباها أو نعجب بيها فليش ما قال because he liked the little Swedish girl ليش ما عادها مرتين لأنه صير هي الجملة طويلة وصير ركيكة فأنا عرفت علي منيها شي فأنا عوضت على هذه الفتاة كلها هي وصفاتها ب her هذا مالتها تمام الرجل دعا الفتاة السويدية لأنه انعجب بها ما كنت أقول الرجل دعا الفتاة السويدية الصغيرة لأنه انعجب بالفتاة السويدية الصغيرة ما كنت أعيدها فخليت فخليت حتى أني أتخلص من هذه طول الكلمة أتخلص من التكرار ما أريد ربيتشن هو هذا المقصد أنه أنا ما أريد ربيتشن هنا زيان اوكي خلينا نشوف another example يقول هنا there are proof forms also for a place عدنا هنا أيضا أشكال ثانوية للمكان للتايم وللوقت and another adverbials under certain circumstances وظروف أخرى تحت ظروف معينة اوكي ماري 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 عايشة ماري 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 is there too جون همات بلندن ما كدعي أقول جون in london too لأ أنا عوضت هذا الاسم المكان العفو عوضت there تمام إذا قل يطيني proof forms لل place أنطي هاي الجملة مامي in london and جون is there too another example about the time مامي arrived on Tuesday and جون arrived then too مامي وصلت يوم التوز يوم الثلاثة وجون وصل then too يعني وصل أنذاك أيضا يعني بذلك الوقت اللي هو Tuesday ما كدعي أقول مامي arrived on Tuesday and جون arrived on Tuesday too لأنها صار تكرار فعني عوضت الزمان بperform اللي هو then أوكي جون سوفت the big room the big the big العفو هذه بي جون سوفت the big room very carefully and the small one less so فهنا عوضت هذا الادفربيل carefully عوضت بso تمام هذي so إذا شوفوه فهنا نفهم أنه الادفربيل يقول هنا جون بحث بالغرفة الكبيرة بشكل حذر جدا وبحث بالغرفة الأخرى أقل من هذا الحذب الكبير less so هنا الحذر تمام هذا البريفورم مال الادفربيل إذا قلنطيني البريفورم is for الادفربيل أنطي هذه الجملة بيها carefully وبيها so هنا ركز هنا جدا مهمة وهذا يعني وهذا أصعب سؤال ممكن يجي من خلال هذا البريفورم الموضوع اللي هو شنو يقول so اللي هي هاي سو اللي هي سنتي عنها so has another more important perfection عدها وظيفة أخرى أكثر أهمية to replace شنو هي along with the proverb to predication تيجي البدا لل predication شنو البردication البردication أحضر نحو نحو أن الجملة تتكوان من sentence واضح 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 البردicate يتقسم من auxiliary أو operator المشغل operator اللي هو الفعل المساعد وتتكون من predication يعني آخر البرد اللي بقى هو كل تمام تمام هس نحو نحو وين البردication وش نعوض بال saw شلون ال saw يكون البرفور مال البردication she hoped that he would search the room carefully before her arrival but he didn't saw أدنى ال ود طبعا أدنى هذ هي هو شنو الفعل وهو السبجكت واللي بقى شي اسمي كله اللي بقى كله أسمي دهنا أسمي كله مثل ما قلنا اللي هي فاعل اللي هو السبجكت واللي بقى كله البردكايت الدور نجي نقسم البردكايت البردكايت تتكون من الوض اللي operator واللي بقى كله اسمي اللي بقى كله اسمي تمام تمام فهنا عن الغاية انه ادعاوض هذا البردكايت اعوض بسو هايكل شي فهي هو شي هو بات he would search the room carefully before her arrival but he didn't do so انه وانه هي تأملت انه راح يبحث بالغرفة بشكل حذر قبل لا هي توصل بس هو ما سو هذا الشي فان بدل ما اقول she hoped that he would search the room carefully before her arrival but he didn't search the room carefully before her arrival but he didn't saw عوض عن هذا البردكايت كله تمام نبجع ونقول شين البردكايت البردكايت هو والأوبرايتر اللي هو هذا الفعل المساعد يشكل البردكايت بقى الفاعل اللي هو السابجاك المتل ما حد شين وفهمنا هذا الموضوع هذا كل شي متعلق بالأشكال الثانوية تمام عندنا بعد هذا موضوع آخر اللي هو البردكايت يعني الاشكال الثانوية للسؤال وللنفي للسؤال وللنفي هم إليهن إيس هم إليهن خلي نشوف WH questions WH words of English as a special set of proof forms diametrically opposite to the to others in having the general meaning it has not been known what this item refers to and so it needs to be stated in full حسنوية الأمثلة ونفهم أكثر mary is in london mary is there where is mary فنا قلنا المكان أعوض there المكان أعوض there فأقول mary is in london mary is there بس بس هذي شون أسويها بس هذي شون أسويها بروفورم question عاد أسويها سؤال إذا شفنا في المكان اللي بروفورم مالته where يعني أين وهذي أكيد نعرفها أوكي فهن هنا شون قصدي قصدي إذا قل لي أريد بروفورم question أوكي بروفورم question سؤال وحدد لي قال لي مثلا على سبيل المثال انطعنا جملة mary is in london فهن مدام مكان أنا أستخدم إذا question أريد بروفورم question أقل where أوكي أقل where is mary أسوي جملة سؤال وأستخدم له السؤال يعني أداة السؤال حسب ما هو طالب مكان زمان and etc خلي نوضحها بشكل أكبر نسأل عن تعريف الفاعل أو object a compliment or an verbial of a sentence نقدر نسأل عن الفاعل أو المفعول أو المفعول أو المفعول اللي موجود بالsentence أوكي نقدر نسأل عنه كلهن يعني نعم نقدر نسأل عنه كلهن من خلال هذا التمرين أو من خلال هذا المثال they make him the chairman every year they make him the chairman every year أوكي أولا إذا قل نطيني preform question عن من عن 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 subject تمام عن subject فأقل who makes him the chairman every year من اللي خلى هنا بعض عن subject معناها أين دأ أسأل عن they تمام دأ أسأل عن هذول من اللي يخلى الجواب هم هذول اللي يخلى فهنا إذا قل طيني preform question عن subject أستخدم له who makes him the chairman every year طبعا no operator ما أستخدم مشغل أو هي الفعل المساعد ما أستخدم axillary ليش لأنه أنا أنا أسأل عن الفاعل بس الفاعل من أسأل عن أنا ما أستخدم axillary نهائيا بس الفاعل من أسأل عن أنا ما أستخدم axillary فإذا قل طيني preform question to the subject للفاعل أسأله هذا السؤال who makes him the chairman every year حتى نتأكد نشوف جوابة شنو دا جوابة they يعني صحيح فمن اللي خلى رئيس كل سنة هم اللي خلى they make him إذن هذا السؤال صحيح وما be operator أوكي خلني نشوف إذا لما أسأل عن make أوكي اللي هو أسأل عنه هو آني هم do they make the chairman every year فهنا طبعا مثل ما نشوف هنا عدي operator auxiliary ونه auxiliary ونه auxiliary فإذن بس السبجك قلنا دا أسأل عنه ما بي auxiliary أما بقية الأسألة بها auxiliary السؤال تالنا يسأل عن من اللي صار الرئيس من اللي خلو الرئيس هنا دا أسأل عن المفعول به دا أسأل لنا عن object فإذا أسأل عن object المفعول به أسأل بالأداة whom تمام whom do they make the chairman every year الجواب him they make him the chairman every year فداد أسأل عن object أسأل بالهم زين what do they make him every year إذا أسأل عن complement أسأل what عداة السؤال what أقول what do they make him every year شنو اللي يخلو كل سنة خلو الرئيس دا أسأل عن complement تشوفون هاي الجملة زرقية على هذا الأزرق الخضراء على الأخضر هنا يعني دا أسأل هنا على المفعول به هنا الأحمر دا أسأل عن الفاعل الأزرق دا أسأل على complement الأصفر دا أسأل عن الظرف الظرف بما أسأل أين ليش وين لأنه ظرف زمان ظرف زمان والسؤال يكون when do they make him the chairman شوك تخلى الرئيس فهذا جدا بصفت عقولكم جدا بصيلة وما بها أي مشكلة أوكي ف نوع أدنى نوت WH words like who's who whom and note like how there are questions which seek a yes or no response in relation to the validity of normally and entire production طبعا أنا شو يقول هذي ال is did ال had هذي هذي أدوات سؤال تسأل عن ال yes و no فقط أوكي يعني مثل is the girl now students أقول yes she is did john yes he did had he given yes he had ف هذي جوابها تكون yes or no question such questions open with an operator which is then followed by the subject and the predication هذا الشيء مو مهم عفوا هسه هذي ال ال على question and negation هذي شنو هذي ال question و negation هذي انو انا مكان او مو مكان يعني ينطيني فالجملة ويقل لي اسأل لي عن الفاعل ويطيني بروفورم واسأل لي عن المفعول به بروفورم او اسأل لي عن المفعول به بروفورم او اسأل لي عن الظرف بروفورم مثل هذا ما المثال الموضح قدامكم تمام هذا كل شيء بالنسبة للبروفورم question and negation اللي هو صفحة 23 بالكتاب الان ننتقل الموضوع الاخير بالفصل الموضوع الاخير بالفصل الثاني اللي هو موجود بصفحة 24 بالكتاب اللي هو negation and non assertion negation and non assertion يعني النفي وال non assertion يعني التأكيد تمام non assertion يعني نفي اوكي اوكي جدا بسيط وابسط من ذاك جدا ومواي سو خلي نشوف شنو هذا while a yes no question normally challenge the validity of predication يعني صلاحية ال predication as a whole negation rejects it by using the operator and not or not فهذا ال negation ينفيها يرفضها بحت يستخدم الفعل المساعد يحط له not يعني سي هذه الموضوع تمام خلي نشوف the girl isn't a student the girl isn't a student هذا النفي john did not search the room هذا النفي he hadn't given the girl an apple هو ما أعطى الفتاة تفاه هذا كل لنشوف نفي زين let's call a sentence such as an assertion وكأنها مؤكدة he offered her some chocolates هذا بيهن في لا ما بيهن في شكل عليها assertion in one of two ways شوفوا ناذا شوفون انه الassertion يكون positive و declarative يعني إيجابي وفد إعلان شي داء علنا أو توضيح لكن non-assertion يكون integrative يعني استفهام و negative يعني نفي تمام الassertion إيجابي وجملة إعلانية صريحة non-assertion integrative جملة استفهامية أو جملة نفي تمام تمام وال integrative يكون positive أو negative يعني الجملة ممكن تكون إيجابية هميا بس إيجابية مو مثل هاي الassertion لا هذي إيجابية بس تحت عنوان سؤال تمام تمام خلي نشوف هذي المثال هذي مثبتة صح صح بس هذي سؤال هذي مثبتة أقول assertion لا ما أقول assertion هذي سؤال فش أقول عليها non assertion هذي نفي ش أقول عليها non assertion لأنه نفي إذا سؤال أو نفي أقول non assertion هذا هذا كل شي فإذا إيجابية مثبتة أقل assertion إذا نفي أقل non assertion أو إذا سؤال أقل non assertion هذا كل شي بالنسبة للفصل الثاني من كتاب University Grammar of English المرحلة الثالثة اللغة الإنجليزية إن شاء الله المحاضرة اللي بعدها نكمل الفصل الثالث That's all and thank you for watching Have a wonderful beautiful day